شن الطيران الإسرائيلي غارة جوية مساء الأمس الأربعاء مستهدفاً مبنى في حي المزافيلات بدمشق ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحة وذكرت مصادر أعلامية أن الغارة الإسرائيلية أسفلت عن مقتل حسن جعفر قصير صهر الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني مع لبناني آخر وذلك بعد يوم من مقتل شاقيقه في بيروت كما أفادت المصادر بسهداف إسرائيل فجر اليوم مستودعة بمنطقة قاعدة حميميم الروسية في ريف محافظة الاذقية وجاء ذلك بعد تفريغ حمول الطائرة إيرانية في المطار وأفادت مصادر أعلامية محلية بمحاولة مضادات أرضي اعتراض مسيارات إسرائيلية في منطقة جديدة الشيباني بريف دمشق بالإضافة لمحاولة تصدي لمسيارات في منطقة الديماس ويعفور في الريف الغربي من دمشق وبالسيق ذكر الجيش الإسرائيلي أن حزب الله يستخدم معبر المصنع الحدودي في نقل الأسلحة من سوريا مؤكدا على أنه لن يسمح بتهريب هذه الوسائل القتالية دع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى إنهاء دورة التصعيد المروعة في الشرق الأوسط في حين ترتفع وطيرة التصعيد والنزاع بين إسرائيل وإيران وحلفائها خصوصا حزب الله وحمس وذكر جوتيريش خلال اجتماع طارق لمجلس الأمن يوم الأمس الأربعاء أن الوضع في لبنان يتحول إلى الأسوأ مضيفا أن حدة تبادل أن إيران في لبنان تتسع مشيرا إلى أن الهجوم الإيراني على إسرائيل لا يخدم القضية الفلسطينية وجاء ذلك بعد أن علن وزير الخارجية الإسرائيلية بأن الأمين العام للأمم المتحدة شخص غير مرغوب فيه بإسرائيل ويمنعه من دخولها لأنه لم يدن هجوم طهران وبالسياق وعدت مجموعة الدول السبع بالعمل بشكل مشترك لخفض التوتر في الشرق الأوسط قائلة في بيان لها أن الحل الدبلوماسي للنزاع الذي يتسعون طاقه ما زال ممكنا وتضم مجموعة الدول السبع برئاسة إيطاليا كل من كندا والولايات المتحدة وبريطانيا بالإضافة إلى ألمانيا وإيطاليا وفرنسا واليابان دع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البداوي إلى ضبط النفس في المنطقة مؤكدا على الوقوف مع لبنان في هذه المرحلة الحرجة وأضاف البداوي خلال اجتماع طارئ لدول الخليج يوم الأمس الأربعاء أن على كل الأطراف في لبنان ضبط النفس مشيرا إلى ضرورة تطبيق القرار الدولي 1701 ومخرجات اتفاق الطائف بشأن لبنان رفعت وزارة التجارة الداخلية سعر مبيع لتر المازوت المدعوم المخصص لتدفئة إلى 5000 ليرة سورية بدلا من 2000 ليرة وذلك قبيل بدء توزيع المخصصات البالغة 50 لتر للعائلة بمجب البطاقة الإلكترونية وفي سياق آخر قررت اللجنة الاقتصادية في الحكومة زيادة سعر الصرف من 11500 ليرة سورية للدولار الواحد إلى 13500 ليرة سورية للدولار في الموازنة العامة للدولة لعام 2025 وذلك بزيادة عادل لحوة 17% انعكس النزوح من لبنان إلى سوريا إضافة لعودة ألاف السوريين إلى بلادهم على سوق العقارات في مناطق سيطرة النظام السوري وتجاوز إيجار الشقة في دواحي العاصمة دمشق مليوني ليرة سورية فضلا عن اشتراط المكاتب العقارية الحصول على الإيجار والعمولة بالدولار وقالت صحيفة البعث الرسمية أن أصحاب المنازل يرفضون تأجير المنزل لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر وفي حال أراد المستأجر المنزل لشهرين فعليه دفع إيجار ستة أشهر سلفا اشتكى أهالي مدينة دومة في رفي دمشق الغربي من نقص مخصصات الخبز التمويني والكوادر التعليمية في مدارس المدينة إضافة إلى وجود أزمة في قطع النقل وتعاني معظم المحافظات الواقعة تحت سيطرة النظام من نفس الأزمات في ظل استمرار دخول سوريين ولبنانيين إلى سوريا هربا من الغارات الإسرائيلية وكشف مصدر في إدارة الهجرة والجوازات أن عدد الوافدين من لبنان بلغ نحو 72 ألف لبناني ونحو 197 ألف عائد سوري ترجمة نانسي قنقر